السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسماعيل عبدالعطي الشاعر بتاع نشيد نيلو بلادي دكتور اسماعيل عبدالعطي طب احنا خلصنا الجزء الاول وشرحناه كان جزء جميل جدا الجزء التاني برضو ان شاء الله يعجبكم يلا بينا كده نقرأ الابياد بتاعت الجزء التاني وكده مع بعض نقرأ الابياد بتاعت الجزء التاني من النشيد يروي الزرع ما اسخي يروي الزرع ما اسخي يعطينا حبا وحيا يعطينا حبا وحيا هيا نسجد شكرا لله هيا نسجد شكرا لله نقرأ كمان مرة الابياد على بعضها يروي الزرع ما اسخي يعطينا حبا وحيا هيا نسجد شكرا لله طيب عايزين نشرح كده الابياد الشاعر بتاعنا بيقول انه نهر النيل ده بيروي الزرع ما اسخي اسخي هنا يعني اكرمه ان النيل ده بيسقي الزرع الله على قرمه ده النيل ده كريم كمان احنا من كده اخدنا في الجزء الاولاني انه ان النيل بيسقي الانسان وبينشر الخير بينشر الخير واحنا قلنا كلمة الخير انه هو السبب في حياة الانسان وحياة النباتات والحيوانات والزرع وخلى مصر تبقى ارض زرعية وفيها زرع وخلى برنا من كلمة الخير الخير ما فيهاش مد بالياء مش كل كلمة فيها مد بالياء فيها حرف الياء تبقى مد بالياء الخير ما فيهاش مد بالياء لكن هنا يعطينا بص الطاق تحتها كسرة فيعطينا وحتى في نطقها يعطينا لكن الخير الخير الياء ساكنة لكن هنا يعطينا هي مد بالياء ناخده بالنا عشان ما نقعش في الحاجات دي طيب بيقول ان النيل ده بيسق الزرع الله على كرمه وبيدينا حب نحيق يعني ايه بيدينا بيعدي علينا كده يعني يدينا حبا وحياة لأ معناه انه هو سبب الحياة مصدر الحياة اساس الحياة انه هو من غير النيل كده تعالوا كده نتخيل حياتنا من غير نهر النيل ولا حنعرف نشرب ولا الحيوانات هتشرب ولا حيبقى فيه زرع ولا زرع يبقى فعلا مفيش حياة يبقى هو فعلا اللي بيدينا الحب والحياة هيا نسجده شكرا لله طبعا لازم نسجد شكرا لله على نعمه العظيمة اللي انعم عليها نعمة زي نعمة النيل الجميلة اللي هو مصدر الحياة ده وربنا انعم علينا بنعم جميلة مش النيل بس كيفان هو خلق الانسان في احسن صورة يبقى هيا هنا الشاعر بيطلب منهم في الآخر ان هما يسجدوا شكرا لله طب تعالوا كده ندخد شوية في الاستخراجات قال لي مسلا نستخرج من الابياد فعل عندي يروي يروي ده نوعه ايه فعله مدارة وعندي يعطينا فعله مدارة طب لو قال لي استخرج كلمة فيها لام شمسية الزرع طب وفين الحرف المشدد حرف ازاي وخلي بالنا من الحرف المشدد عشان بنغلط في التحليل دايما الكلمات اللي فيها الف ولام شمسية الحرف اللي بعد اللام بيبقى مشدد عشان لما نيجي نحلله الحرف المشدد ده يعني حرفين الحرف الاول ساكن والتاني بيبقى عليه الحركة بتاعت الشدة يعني الشدة لو عليها فتحة يبقى الحرف التاني عليه فتحة الشدة تحتها قصرة يبقى الحرف ده تحتيه قصرة الشدة عليها ضمة يبقى الحرف ده عليه ضمة وخلي بالنا من كلمة الزرة الرأ ساكنة وخلي بالنا من أسخاء أسخاء السين ساكنة برضو وما أسخاء سلوب تعجب أطلعه على بعض مع بعض سلوب تعجب وأسخاء أخيرها هاء مربوطة وخلي بالنا دي هاء مربوطة يعني الكتب من غير نقط غير التاء المربوطة في كلمة حياة حياة دي تاء مربوطة طب لو قال لي استخر الكلمة بيها تنوين حبا شكرا دي كلمات فيها تنوين نوع التنوين ايه تنوين بالفتح زي ما احنا شايفيه كده قدامنا والحرف المنون هو حرف الباء وحرف الرأ وليس حرف الألف الألف محطوط عشان هو تنوين بالفتح لكن الحرف المنون اللي أنا بقى حبا وبرضو في معلومة تانية عايزة زودها لكم إنه حبا وشكرا من الكلمات المنونة ومن الكلمات اللي تكتب اللي هي تنطق ولا تكتب تنطق ولا تكتب إن النون هنا نون كدابة تنطق ولا تكتب حتى بقول ليه حبا شكرا بنطق النون لكن مش بكتبها كده الأبيات اللي قدامنا خلصنا الشرح وطلعنا الاستخراجات عندنا أسخاه مد بالألف حياة مد بالألف عندنا يروي مد بالياق يعطينا مد بالياق ما عندناش هنا مد بالواو وعندنا كلمة واحدة فقط هي لام شمسية اللي هي كلمة الزرع ما عندناش لام كمرية تاكل كده مع بعض إن شاء الله للكلمة ومراضفها أو معناها يعطينا هو قال لنا يعطينا حبا يعني إيه يعطينا يعني يمنحنا يعني إيه يمنحنا برضو يمنحنا يعني بيدينا حاجة هدية منحة مش مطلوب مننا نحنا ندفع مقابل لو في حد مثلا بيرروح يدفع مقابل لنهر النين مثلا عشان بيشرب منه لا هو بيدينا منحة ربنا سبحانه وتعالى مديهن منحة هدية يعطينا يمنحنا يروي يسقي يروي يسقي أسخاه أقرمه أسخاه أقرمه خلي بالله أسخاه أخيرها هاء ضمير لأنها رجع على أسخاه اللي هو نهر النين اللي هو اللي سخي أسخاه أقرمه شكرا حمدا شكرا حمدا هيا أسرع هو بيقول لنا هيا نجد شكرا لله هيا يعني أسرع دي كده كانت المعاني اللي موجودة مرتبطة بالجزء التاني من النشيد للكلمة ومضادها أو عكسها احنا قلنا معنى يعطينا يعني يمنحنا عكسها بقى يحرمنا أو يأخذوا منا اللي اتنين صح يأم يحرمنا أو يأخذوا منا عكس حياة موت عكس حياة موت وتنفع ممات عكس حياة ممات عشان كمان احنا بناخد قطع قراءة متحررة لو قبلتنا الكلمة دي وإحنا بنقرأ ممات هي هي موت عشان بس ما نستغرب عكس أسخاه أبخله عكس أسخاه أبخله عكس حبا قرها عكس حبا قرها وزي ما انتو شايفين التانوين على الحرف اللي قبل الألف وليس على الألف شكرا جحودا أو ذما يعني ايه يا ميسي الكلام دا حد بيقدم لي حاجة فبقوله شكرا لي عكسها بقى واحد تاني حد بيقدم له حاجة بيكحدها يعني بينكرها أو بيذم أو مش بيشكروا عليها طبعا احنا بنمتعودين ان احنا ما حد يقدم لنا اي هدية أو او اي مساعدة او اي حاجة يبقى فيه شكر ما يكونش فيه ذم او جحود اللي انا انكر الحاجة دي عكس شكرا جحودا او ذما كده خلصنا الكلمة ومضادها على الجزء التاني زي ما انت شايفيني الكلمات سهلة ما فيهاش اي مشكلة الله بتاع الاسدلة احنا كده خلصنا الكلمة ومعناها والكلمة ومضادها حننتقل بها الى جزء بتاع الاسدلة اول سؤال عندنا لماذا يحبو الناس نهر النين لماذا يحبو الناس نهر نهر النين لانه سخي وينشر الخير في دلتاء عشان نهر النين ده مش هولنا نهر ما اسخاه اسخاه دي يعني سخي سخي يعني كريم كثير القرم كثير العطاء وبينشر الخير في دلتاء تاني لماذا يحبو الناس نهر النين لانه سخي وينشر الخير في دلتاء تواني تاني اللي احنا قلنا فرع دوميات وفرع رشيد طي ماذا يعطينا النيل ماذا يعطينا النيل النيل بيدنا ايه تعالوا كده نفتكر من الابيات يعطينا حبا وحياة اهو يعطينا النيل الحب والحياة يعطينا النيل الحب والحياة بما يدعو الشاعر الناس في النشيد الشاعر ده اللي هو إسماعيل عبدالعاطي عايز إيه من الناس بيدعوهم إلى إيه عايز منهم إيه لو آخر بيت في جزء التاني هيا نسجده شكرا لله يبقى عايز منهم إيه بيدعو الشاعر الناس أن تسجد شكرا لله على نعمة النيل أو نعمة ماء النيل بيدعوهم أن هما يسجدوا ويشكروا الله على النعمة العظيمة بتاعت النيل اللي هو سبب الخير والحياة سوى الانسان او الحيوان او النبات يبقى بيدعو الشعر الناس ان تزجد شكرا لله على نعم خلي بقنا برضو من السؤال بتاع ماذا يطلب الشعر في نهاية الناشي دي نفس هو هو سؤال ماذا يدعو الشعر او بما يدعو الشعر الناس هي هي نفس الاجابة بيطلب منهم ايه او بيدعوهم الى ايه هنا ان نزجد شكرا لله يبقى لو قالك السؤال ماذا يطلب الشعر في نهاية الناشي دي او ماذا يطلب الشعر من الناس او بما يدعو الشعر الناس في الناشي دي او في الابيات ان نزجد شكرا لله ما فضل النيل علينا النيل ده بقى احنا عديدنا نهر النيل ونيل بلادي وعديدنا غني فضله ايه علينا اهميته ايه علينا يسقي الناس ويروي الزرع ويجري بالخير الوفيري. فضل النيل علينا ايه? يسقي الناس ويروي الزرع ويجري بالخير الوفير. طيب ما واجبنا نحو نهر النيل بقى? نهر النيل ده بقى اللي بيدينا الحاجات الجميلة وبيسقينا وبيروي الزرع وبينشر الخير وخلى مصر بلد زراعية وفي زراعة وفي محاصيل وكلام ده واجبنا بقى ايه نحو نهر النيل ده? هم? ان نحافظ عليه من التلوث وان لا نصرفه في الماء. نحافظ عليه من التلوث اللي احنا ما نلقش القمامة فيه او مخلفات المصانع او اي شيء من ده لان ده طبعا حيلوثه فطبعا حتجينا الماء ملوثة حيجينا امراض وحناعية غير ان كمان فيه حيوانات الاسماك ما فيه في نهر النيل ده فيه اسماك. الاسماك دي من التلوث حتمول. وكمان لا نصرف في الماء. نقتصد او نوفر ونعتدل في الماء. يبقى واجبنا نحو نهر النيل ان نحافظ عليه من التلوث وان لا نصرف في الماء.